استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للصعود في مقر إقامته بطنجة في المغرب الرئيس السوداني عمر حسن البشير استعرض الملك مع الرئيس السوداني العلاقات بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة خادم الحرمين الشريفين حضر الاستقبال ومادوبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير التركي بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير المالية إبراهيم العساف ووزير الخارجية عادل الجبير وسفير المملكة لدى المغرب عبدالعزيز خوجة وسفير المملكة لدى مصر أحمد القطان ونائب رئيس الدوان الملكي عقل العقلة كما حضر من الجانب السوداني وزير رئاسة الجمهورية فضل عبدالله ووزير الخارجية إبراهيم أحمد غندور ووزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية طه عثمان الحسين وعدد من المسؤولين